نبقى في الشأن الإيراني حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل جاء هذا خلال اجتماع روحاني مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي حسب ما ذكر موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت وضف روحاني أن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم